إنه أول نهاء أوروبي كبير في كرة القدم هذا العام وهو مواجهة بين اثنين من أقوى فرق الدور الإنجليز الممتاز حيث يواجه تشالسي الأرسنل في نهاء دور أوروبا طبعا الفريقان والكل يعرف بأن مقرهما في لندن وملعبهما لا يبعدان سوى 16 كلمترا عن بعضهما البعض في العاصمة البريطانية ولكن من المفارقة والمفاجأة أن المباراة ستقام على بعد 4000 كم عن لندن في عاصمة أذربيجان باكو العديد من المشجعين غير سعداء بالاضطرار للسفر إلى الاستاذ الأولمبي إلى باكو وعندما أخبرك أنه سيكلف المشجعين 1300 دولار لحضور المباراة قد تتفهم سبب الغضب على العرجح من المحتمل أن بضعة ألاف من مشجعي الفريقين سيتمكنون من الذهاب لكن الفريقين بالفعل موجودان في باكو يرى المحلول الرياضيون أن تشالسي ليس عليه الكثير من الضغط في المباراة لأنه حجز مكانا بين الأبطال بتأهله بالفعل لدور أبطال أوروبا لكن هذه المشاهد تعكس وذلك من آخر جلسة التدريبية تدل على أن الفوز مهم بالنسبة لللاعبين وتعكس ذلك حالة التوتر بين اللاعبين وكذلك حالة الغضب مثلا هذه الصورة تظهر تبادل مهاجم كونزالي أغويين ودابد ليويز الكلمات اللم يكن شتائم بعد التدريبات معا ثم بدأ المدير موريزيو ساري يخرج من الجلسة التدريبية وهو يلقي بقبعته غضبا على ما يبدو يرميها في الهواء قبل اطلاقة المباراة يقول نادي تشلسي أنه غير سعيد لعدم تمكنه من التدريب على الركلات الثابتة لأن الحصة التدريبية تم تصويرها بواسطة وسائل الإعلام هناك تكهنات حول مستقبل ساري خلال معظم موسم الأول في ستانفورد بريج هناك شائعات بأنه لن يكون مدربا لتشلسي في الموسم المقبل أداء المدرب ساري كان رائعا هذا الموسم فقد قاد تشلسي للمركز الثالث في الدور الممتاز بعد منتشستر سيتي وليفورد بول ولكنه لم يحصل على أي بطولة أو كأس في تاريخه التدريبي لذا فهذا النهائي يشكل فرصة كبيرة له بشكل شخصي إذا أراد البقاء في منصبه ماذا عن مدرب الفريق الخاص من تشلسي؟ هذا الرجل قاد أرسنال إلى المركز الخامس في الدور الإنجليزي الممتاز بمركزين خلف البلوز لكنه كمدرب فاز ببطولة الدور الأوروبي ثلاث مرات مع إشبيليا وأربع جوائز مع باريس سانجرما أمري لا يبدو تحت لرص الضغط الذي يواجهه ساري سنريكم لماذا؟ فريقه أصلا لم يحصل على أي لقب أوروبي الفريق هو تحت الضغط منذ عام 1994 و25 عاما هو انتظار طويل بالنسبة لفريق كبير يريد الحصول على ألقاب فالنصر يعني التأهل إلى دور أبطال أوروبا لذا فهي مباراة مصيرية بالنسبة للمدفعجية المدفعجية يبدو أن دفاعهم ذلك القوي يسعى إلى الحد من التهديد الذي يمثله ناجم فريق تشلسي أيدن حازار هذا الرجل سجل 19 مرة في هذا الموسم وكذلك 16 تمريرة ساهمت في إحراز إحداث قد تكون هذه المباراة الأخيرة مع تشلسي حيث من المتوقع أن ينضم إلى النادي الملكي ريال مدريد لكن أرسنل لديه أيضا نجومه نتحدث هنا عن بير أمريك أومبيانغ هذا اللاعب سجل 30 هدفا مذهلا هذا الموسم وقدم سبع تمريرات حاسبة إذا فاز أرسنل فمن المحتمل أن يكون هذا الشاب من محرزي الأهداف في تلك المباراة لذلك مع بضع ساعات فقط لبدء المباراة دعونا نستمع إلى ما يشعر به دامد لويز لاعب تشلسي وغرانيت شاكا لاعب أرسنل هذه أراءهما قبل مباراة نسعى للفوز فنادي مثل تشلسي يسعى دائما لحظ الألقاب سنبز القصار جهدنا للفوز لأنه لقب مهم لنا ناد كأرسنل ينبغي أن يلعب في دوري أبطال أوروبا لذا فهي مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا نريد أن نشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل من أجل الجماهير فالفوز بهذه المباراة سيجلب لنا كأسا ويعيدنا إلى دوري الأبطال ترجمة نانسي قنقر